فضيحة اللقاحات أو فيزر جيت هكذا سمى الفلسطينيون قضية استلام وزارة الصحة الفلسطينية حوالي مليون جرعة من لقاح فيزر المضاد لفيروس كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المقابل تتلقى إسرائيل شحنة قادمة من اللقاح كانت قد خصصتها شركة فيزر للسلطات الفلسطينية في أكتوبر تشرين أول المقبل لكن تبين أن صلاحية اللقاح المستلم من إسرائيل تنتهي الشهر الجاري الشارع الفلسطيني ندد بما وصفه استهتارا بأرواح الفلسطينيين وبالتضليل مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بواحد دخلها من فاسدين هنا وكبض عليها إن شاء الله وزارة الصحة الفلسطينية يتضل صاحية لهيك مطعمات فاشلة أو مطعمات خربانة أو فيها إشي إذا الحكومة عارفة أنه بدأت انتصال حيته هاي مشكلة أولى إذا الحكومة مش عارفة المشكلة البسيطة لازم تتأكد لازم تكون عارفة لازم تجرب مش كل شي بجيني بحطه بالشارع السخط في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دفع وزارة الصحة إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل أعلنت خلاله إلغاء الصفقة مع إسرائيل إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل وأكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء السلطة الفلسطينية اكتفت بإرجاع اللقاحات وتركت الباب مفتوحا للتساؤلات عن حقيقة فحص الجرعات قبل استلامها وطبيعة الاتفاق وكانت تواقم الصحة الفلسطينية قد لقحت أكثر من 445 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطع غزة يخشى كثيرون أن تؤثر هذه الحادثة على إقبال الفلسطينيين على تلقي اللقاح وهو إقبال يوصف بالمتردد والضعيف في وقت تراجعت فيه أعداد الإصابات بشكل كبير جدا إلا أن الخشية من عودة ارتفاعها تتعزز ما لم تستمر حملة التطعيم لتشمل الجميع يا للعمل العربي